نرجع من ذكركم المشاهدين بهاشتاغ يوم جديد لتتواصلوا معنا وأيضا تفيكم تتبعونا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر والعنوين أكيد موجودة بأسفل الشيشة والآن مشاهدين سنتحدث عن فيلم حبل غسيل هو فيلم أردني استلهمت فكرته من إحدى حارات مدينة الصلط حيث يصور حياة شاب ومعاناته مع زوجتي أبيه وشارك في صناعة الفيلم منتجون ومصورون من طلاب المدارس وممثلون أيضا جميعهم يعملون في هذا المجال لأول مرة العمل استغرق يا روان أربعة أيام فقط للكتابة والتصوير والمونتاج أما التكلفة كانت لا تتعدى الخمسين دولار أمريكي إلا أنه شهد نجاحا كبيرا وحصد العديد من الجوائز تفاصيل أكتر حول هالموضوع بيحدثنا عنه مخرج وكاتب فيلم حبل غسيل عمر خريسات صباح الخير يا عمر صباح الخير أهلا وسهلا فيك حبيبي يسع صباحك يا عمر أهلا يسع صباحك يعني هلأ رح نتكلم عن الفيلم بس قبل ما نتكلم عن الفيلم وأعرف كيف إجا تفكرته فيلم بخمسين دولار كيف بخمسين دولار يعني كيف هالفيلم الجميل اللي فاز بالجائزة ومبروك خمسين دولار شو عمرت فيهم هاي الخمسين دولار يا عمر هلأ هو بصراحة بداية الفيلم كانت هي الفيلم بداعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلاق حال تمام تكلفة الفيلم اللي هي خمسين دولار هي عبارة عن مصاريف التصوير فقط كانت من ضمنها واجبات للمصورين للكروة وعلى الفيلم وخمسين دولار كانت من ضمنها برضو شوية اكسسورات للفيلم برضو حلو كتير طيب والمعدات يعني وقتا نقول فيلم مش مكلف شي تقريبا شو هي المعدات هل هي معدات يمكن بسيطة شوية ولا لا كان فيه حدا يمكن عم يدعمكم ويقدم لكم شي هو أكيد كانت بيدعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هي اللي مدتنا بالمعدات بالإضاءة بالاكسسورات تبعات التصوير من كاميرات من إضاءة من طيب حبين نعرف هلأ يومر من وين اجت فكرة الفيلم شو هي فكرته باختصار طبعا حبين نعرف شو علاقته بمدينة الصلد كمان الفيلم بصراحة بداية احنا كنا بنحضر في دورة في أحد مراكز الهيئة الملكية للأفلام الموجود في مدينة الصلد طبعا بإشراف الأستاذ محمد رحاحلة أحب أصبح عليه هون وعلى جميع المشاركين بالفيلم الفيلم بدأت قصته في إنه إحنا قاعدين نعمل دورة دورة سينمائية دورة تصوير وإخراج أنا فايتها عن طريق إنه هوايتي إنه إشي بحبه بصراحة وبحب الأفلام وبحب إخراج الأفلام فدخلت على المجال هذا وبدأت بدورة بداية الدورة كانت طبعا الدورة خمس أيام وبعدها خمس أيام تصوير للمنتجات اللي إحنا راح نصورها خلال الدورة الأفكار اللي آه بالضبط الأفكار اللي طلعت معنا فبدأت إنه أفكر بصراحة إنه فكرة جديدة أو فكرة يكون يعني فيلم عبارة عن فيلم متكامل الأفلام القصيرة خصوصا لازم تكون فيلم متكامل بجميع مناحي السينمائية إنه في عندك رسم بياني بطلع وبينزل في عندك يعني في فكرة لازم توصلها خلال الوقت القصير اللي إمتفي فبعدها بدأنا بكتابة الفيلم وساعدني على تطويره برضو الأستاذ محمد رحاحلة طورنا القصة خلال أربع أيام كتبنا السيناريو عدلنا يمكن عشر مرات كتبنا مرة ثانية بعدها بدأنا بمحل التصوير أكيد ما نمنا أربع أيام كانت عن جد يعني عذاب بس بالآخر الواحد استمتع لأنه طلع إيش حلو إيش بحبه طيب الكروي يلي كان معك الكادر يلي كان معك كمان معظمهم كانوا يشتغلوا لأول مرة والفريق الممثل أيضا فخلال الأربع أيام كيف قدرت يمكن جبتها للناس شفت الممثلين كان عندك ساعة أنه الشخص يليوم بدي يطلع أول مرة ويشتغل أول مرة رح يوصل الفكرة أنت بدك هلأ بصراحة إحنا عملنا الفيلم أنه عملناه كنهاية الدورة أنه كإشي نتعلم منه ما عملنا أنه نشارك بمهرجانات وأنه يعني أنه الناس تحب الفيلم وأنه الناس تصير تتابع الفيلم وأنه الناس تصير تسأل شو فيلم حبل غسيل ففهمت عليك فإحنا عملين الفيلم أنه كقصة كتجربة تجربة أولى يعني إحنا أصلاً مش حابين كنا نشارك فيه بمهرجانات لأنه بصراحة يعني فيلم صح متعوب عليه بس أنه مش بالمستوى المطلوب فبالنهاية الأستاذ محمد رحاحلة فاجأني بيوم الأيام أنه شارك لي بمهرجان الفيلم الفرنسي شاركت فيه طبعاً حذر هو أول يوم كان بنعرض بالسينما نعرض بشارع الرينبو بالأردن كان في حضور أربعمائة شخص والسينما فول فشعور عن زد كثير خرافي بعدها شاركنا برضو الأستاذ برضو فاجأني مرة ثانية أنه شاركني بمهرجان الفيلم الأوروبي برضو بالأردن طبعاً وأنا مسافر اكتشفت أنه الفيلم تاعي هو الفايز بالمركز الأول وفاجأوني السفارة الفرنسية بالأردن كيف يعني عملوا لي دراما مش طبيعية فهمنا طيب عمر يعني لحتى يوصل الفيلم أنه فارن يوصل للجوائز العالمية شو رسالة اللي وصلت للعالم يعني أنه هذا الفيلم ينجح وأنه كمان حقق من عناصر انبهار اللي هي مش موجودة بأفلام على الساحة السينمائية هلا بصراحة الفيلم يعني عبارة عن زي صدمة أنك أنت قاعد تحضر إشي بالآخر يعني كل توقعاتك بتطلع خاطئة بتطلع أنت بتتابع الفيلم بس أنت مركز على جانب وتارك جانب ثاني ورسالته الأساسية شو عمال رسالته بصراحة أكثر من رسالة يعني الفيلم أنا أحبت أعمله بأكثر من رسالة الرسالة الأولى أنه لا تفكر لا تأخذ التفكير من أول نظرة أنه لا تصدق عقلك يعني لا تحكم على الناس من المظهر بالضبط الرسالة الثانية هي كان هو بشتاق لأمه وأنت بتفكر أنه هو شاب مراهق وقاعد بمراحل المراهقة وبيمر بأشياء مؤينة نعرف نحن اليوم أنه يمكن الأشخاص اللي بتدرس الإخراج بيكون عندها هدف بعدين أنه يعملوا أفلام طويلة أنت ما تخصصت بالإخراج ولكن عم تشتغل بأفلام هل بتعتبر أنه الأفلام الأصيرة أصعب من الطويلة فيها الشغل أكتر يمكن هل بتعتبر أنه كمان اليوم أنت ما يكون في عندك دعم مادة من أنك قادر تصرف على الفيلم هنا كيف يتصرف هل هو الواحد بيبدأ بالأفلام القصيرة لحتى يوصل أكيد للأفلام الطويلة بس بنفس الوقت أنت عندك نفس التعب الذي ستضعه على الفيلم القصير ستضعه على الفيلم القصير نفس المراحل التي يمر فيه الفيلم الطويل يمر فيه الفيلم القصير من مراحل إخراج من إنتاج من كتابة من تطوير سيناريو فأنت هنا لطباعة سهل أنك تتعامل بالفيلم القصير يعني لما تطلب من واحد مثلا دعم عشرة آلاف دولار أو لا أنه تعمل فيلم قصير أكيد رقم سهل بالنسبة لما تطلب منه مليون مليون عشرة فالإشي يكون كثير صعب خاصة ببداية أنت ما تدخل على المجال وتثبت حالك فبدك كم فيلم قصير لأنت حتى تلفت النظر إليك وتصير أنت فعليا بتخرج إشي حلو وإشي هادف أنا بالنسبة لي بحب السينما الهادفة اللي بتوصل رسالة للمجتمع مو بس فيلم تجاري ينزل سينما ويكسر الدنيا ويكسر شبابيك طيب أمر يعني فيلم بينافس على جوائز عالمية وفيلم ما بتتعدى تكلفته 35 دينار يعني 50 دولار هلأ أنت حكيت شي بخصوص أنه يعني مش محتاجين هلأد مصريف لحتى نطلع شي حلو هل شايف أنه فعلا البساطة هي اللي رح توصل للناس أكتر في الوقت اللي احنا بنعيشها مع انتشار السوشال ميديا مع تطور التكنولوجي عناصر الانبهار بتكون بالبساطة أكتر من وجود التكاليف نفسها هلأ هو أكيد أول إشي بوصل للمشاهد الرسالة تبعت الفيلم رسالة الفيلم إذا كانت قوية توصل لونها ببساطة أو لونك دافئ عليها بس بالمقابل برضو الصورة لازم تكون حلوة الصوت لازم يكون ما تعوب عليها كل شي لازم يكون بروفيشنال حتى لو كان بسيط بس يكون الشغل مصبوط مية بالمية عشان أنت فعليا توصل رسالتك للناس حكينا عن الجويز بس ما حكينا عن مالمو مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد بصراحة كان أول مشاركة إلي بمهرجان عالمي مهرجان مالمو للسينما العربية أكيد معروف في دورته التاسعة السن الجاي بكمل العشر سنين بصراحة كانت تجربة كثير رائعة مع المهرجان كثير عن جد مبسطت وتعرفت على ناس من كل العالم والتقيت في نجوم الفن أكيد والتقيت في كثير مخرجين مصريين طبعا يعني الماشاء الله المصريين دائما مثبتين وجودهم بكل مكان فبصراحة مبسطت كثير وكانت تجربة فريدة من نوعها وإن شاء الله هذا الإشي يحفزني أنه أعمل إشي بالمستقبل يليق بمهرجان مالمو لأنه للسينما العربي يحفزك لتعمل شي بالمستقبل تكلمنا شو راح تعمل شي بالمستقبل هلأ أنت بتحدد لشي أكيد أنا بصراحة أكيد قاعد بحضر لعمل فيلم قصير وفيلم طويل فيلم طويل لسه في مرحلة الكتابة لسه في مراحله الأولى والفيلم القصير إن شاء الله راح بإذن الله خلصه بمصر وأصوره هون بمصر إن شاء الله حلو كثير قبل ليه اخترت مصر مصر أم الدنيا أم الدنيا أنت أصلا مقيم في مصر عمر حاليا نعم مقيم بالإسكندرية يا عمر أكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق نعرف أنه المجال الإخراجي منه سهل خاصة بأيامنا هلأ كل التوفيق لألك وإن شاء الله كل الأمور يلي بتحب توصل الرسالة من خلالها والأفلام أكيد تقدر تحققها وإسمك يصل إلى العالمية مش بس أفلامك يا عمر شكرا لألك عمر شكرا شكرا يا عمر شكرا لأكيد